اشتركوا في القناة بعد ما قلسته مع المجرمين جميع الأشكال لها كلها أننا ما كنقبلوش هذا الوضع هذا أنا ما شيفه القانون أنا مع القانون اللي ارتكب شي فعل وتبت في حقه بعد السلامة ديال المسطرة والإجراءات يتحمل مسؤوليته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا صدق الله العظيم تعرض مؤخرا زميل لنا محامين متمرين في بداية مشواره المهني تعرض لحدثين مؤسف ومؤلم ويشكلو خطوة غلط انفو پا دون لابروفيسيون أنا وهو تعرضه لإيداع بالحراسة النظرية بإحدى الدوائر الأمنية لمدينة طنج لا داعي لذكر اسمه هو زميل مسجل بلائحة التمرين بهذه الهيئة يقال بأنه تعرض لسرقة بالشارع العمومي سرقة هاتفه المحمول طبيعة الحال قرر أن يقدم شكاية ضد الفاعلين أصليين فتوجه إلى الدائرة الأمنية الثانية في طنج على الساعة العشرة ليلا وهناك وخلال مشدة كلامية مع رجل الأمن يقال دوما بأنه كان في حالة سكر أنا شخصيا لا أقدر أن أصف هذه الحالة لأنني لم أطلع عليها ولم أعينها شخصيا على إثر هذه المشدة الكلمية ربط الاتصال رجل الأمن بهذه الدائرة بنيابة العمى نيابة العمى التي كان يمثلها أحد النواب المسجل في المدومة هذا النائب الذي كان عنده المدومة ديكليلا تصل بالسيد وكي الملك الذي أعطى تعليمته بوضعه بالحراسة النظرية خلال تلك الليلة ليلة 24 25 نوفمبر الجهري وصل هذا الخبر إلى علم عضوين اثنين من مجلسي المحامين بالطنجة هذين العضوين لما وصل إلى علمهما هذا الخبر على الساعة الثانية عشرة ليلا منتصف الليل اتصلا بي أني أنا كنت دائما بكري لكي ليلا كنت ما زال على زال يقيد فايق ويمعرض علي الواقعة كما وصلت إلى علمهم قل لهم وخيانا سنرى 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 كواجب مهني اتصلت بالسيد وكي المهلك بعد منتصف الليل فتبين لي أن الهاتف غير مشاخل اتجاوب الزميلين قل لهم شوفوا كيف تسويوا هذه الوضعية وتحولوا هذا الزميل الذي لديه ضمانة كافية ضمانة الاهيئة وضمانة الاسرة وعائلة لا يبقى في حراسة النظرية لي لكم لا مع الي يسوى ولي ما يسوى شيء اتبارا شوية المحامي رجل العلم رجل القلم رجل الثقافة قالوا صافي خليك النقي بذبحنا اتبارا 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 انا في هذه الساعة التي قدرت التواصل مع السيد وكالمالك اللي بكل صراحة عندي مع علاقات طيبة حقيقة تخل علاقات متميزة بين الدفاع والنياب العامة خاصة مع السيد وكالمالك ديال تنجا عملت له اني سيميس دقيقة عملت له اني سيميس بالفرنسي طبيعة الحال كان طلب منه بناقي بالمحامي نحن نحن محامين بما نكون نقذاء بما نكون مسؤولين بعد ساعة لا عشي على راحتي بكل صراحة الصباح الباكير اتصر بيا السيد وكالمالك ساعة الأول وكالمالك 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 طبيعة الحال وكالمالك 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 مؤسف وانا شخصيا تألمت وقل بكل صراحة منعجتي حزى في نفسه أن يقضي زميل في مقتبل العمور وفي مشواره في بداية مشواره المهني من أجل حسائلة كان فعلا في حالة السكر نحن كريجا القانون نترك كريجا القانون ما كان نقصم الرأي للنياب العمى في اعتباره في حالة التلبس حالة التلبس طبقا للقانون القانون المسترهجيني لأن يلقى القبض على الشخص المشتبه فيه مجرم أثناء العملية الإجرامية أو على إطر إنهائها وهو مطارد بصياح الجمهور هذا التعريف للكعطي المشرح 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 الجنائي المغربي وجميع الأحوال عنده ضمانات كان يمكن تطلق الصراحة ويجب أن يكون وكي الملك ويجب أن يكون موضوعية ورأيه ويجب أن يحترم ورأيه ورأيه ويجب أن يكون أحرم ورأيه حراسة النظرية كان أمره بها عادة في نفس الحالة حماية للشخص ورأيه ورأيه عندك يخرج ويعتدى علي عندك يتوقع له ويتعرض اهتداء من طرف وناس آخرين ورأيه يحترم وقل له أنا مع الأسف ونظراً للموضوع التي دائماً تطبع العلاقة والتواصل ولكن نياب العلم خرقت القانون لما أغفلت أو تقاعست عن إشعار نقيب قبل وضع المشتبه فيه في الحراسة النظرية هذا القانون هو المادة أو هذا القانون يتجلى في المادة 59 من القانون رقم 028 المنظم لمينة المحامد جساريح قال لي هذه قراءة لكم وحتى النياب العمى عندها قراءة أخرى قراءة اللي كان في النص القانوني واضح لا يحتمل ويحتمل نطبق عليه قاعدة التي تقول واحتمل واحتمل سقط به فصل 59 من قانون المهنة صراح وواضح وليحتاج إلى تأويل هذا رائد يعني مهم مهم أنه كان جدد نفس الطلب يطلق صراحه فورا ومن بعد لكل حادث حادث ومن بعد مهم مهم ومن بعد هناك تتطورة ومن بعد هذه الأنصر تصنعنا عبر الصراحة أعضاء المجلس أولاً قد يقول قائل وانت السن ناقب من ما خبرك شيء ووكيل المالك قبل ما يوضعه لم يجبتي هذه الأخبار ومن بعد لقد أخبرت ما هو من زمال ونحن أجل وضع أتذكر كتاب وقصر 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 لا أخبر أخبر وقصر لقد اتكلم فيما بيننا بعد أن تتضح بأن هذا الزميل تم تعنيفه من طرف واحد الضابط لن تهموش المجموعة ضابط واحد عرفه محامي ومعها جزء الأعضاء المجلس ولماذا نقول له هذا ونتكلم بموضوعية وبراحة لأن أنا نفسي كنقيب هيئة المحامي والطنجة أن المحامي هي الإدارة العمال الأمن الوطني والرجال الأمن ومعها ومعها مرات لهم عتاب ومعها كيف سأنا ندفع لكم الذي يأتي شيء محامي سواء ضحية أو فاعل شيء فعلا بسيط لا 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 أستحضر أنا كمحامي على أين هذا في إطار الكلام واللون الأخاوي وصل إلى علميناء أنه تم تعنيفه ووضع الأصفاد على يديه بعد أن أقل السيئ مع المجري من جميع الأشكال لهم وقعت ما وقعت شيء من الذي كان يظهر السبيطر لأنه ينفاعل بسبب أنه كان يبدو مريض ولكن لم أعرف ما هو الانسان كان يفاعل و تم تخذ المفاعل ويجب أن يصاب يجب أن يقع له نهيار عصابي يجب أن يقع له كل مزائل هذا هو ملخص ديال الوقائع بكل موضوعية وبكل تجرد وبكل نزاق طبيعة الحالة نظر المحامين كي يكتبوه في فيسبوك كل واحدش كي يقول كيلي عنده المعلومة وكيلي ما عنده شين معلومة والأغلبية مين غادي سوق المعلومة ستسخر إما من المجلس أو من الأعضاء المجلس ديك الجوج الأعضاء اللي وكبوا هذه العملية هذي ومالي عندهم الحقيقة أو من نحن بعد ما كنا في اتصار لهذا الصباح مع نياب العلماء وخاصة مع السيد ووكيل المالك على هذه الخطيئة هذي وطبيعة الحال حنا اجتماعنا في ذلك النهار كان في ذلك نحن عنا اجتماع أسبوعي كل يوم أربعة اجتماعنا ودرسنا هذا هذا النقطة هذي من جملة كنقطة مستعجلة كسائر النقاط أخرى المدرجة في جدول الأعمال وصدرنا واحدة البلغ تبنعت لكم نسخة من الابريتون وقررنا من جملة ما قررنا كاحتجاج حضاري أننا ما كنقبلوش هذا الوضع هذا أنا ما شيفو القانون أنا ما على القانون الذي يرتكب بشي فعل وتبث في حقه بعد السلامة ديال المسترة والإجراءات يتحمل مسؤوليته عملنا لا يوجد وقفة لا يوجد وقفة احتجاجية لأننا عملنا التوقف عن العمل لمدة ساعتين اثنتين وسيلة حضارية للتعبير عن احتجاجنا وعدم قابولنا بهذا التصرف الذي تعرض له وحد الزامل وهو جزء من أسرة الدفاع في مدينة طنجة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي